طيب بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ في حل الكوزين تبع شابت الاثنين هذه هي الكوزات القريمة طبعا راح نزل رابطها في التعليقات ان شاء الله أول حاجة الشاتة ذا يتكلم عن معادلات الحركة المعروفة هذه معادلات الثلاثة طبعا وفيه برضو نقطة نسية تكتبها اللي هي السقوط الحر الفري فول هذه السقوط الحر هي نفس معادلات الحركة اللهم انه التسارع بدل الأي نحويلها الجي والجي سنعرف التسارع الجذبية رضيها قيمة 9.8 متر برسكن تربيع كل شيء وبدل الأيكس نستبدلها بواي لأنه سقوط حر يا لأعلى أو لأسفل والنقطة الثالثة كمان في السقوط الحر اللي هو الكلمات المفتاحية عندي في السؤال لو قلت لسقوط الأعلى مثلا قلت لأب أب أب وورد أو فيرتكلي أب وورد هنا على طول على طول راح أقول إيش أفرض إنه السرعة الناهية بصفر وتسارع الجاذبية الأرضية بسالب 9.8 أوكي هذا لو قلت لسقوط الأعلى ولو قلت لسقوط الأسفل مثلا قلت لداون أو دروب أو أي كلمات تدل على سقوط الأسفل على طول أنا راح أفرض من عندي إنه السرعة البدائية بزيرو تسارع الجاذبية الأرضية بقيمة موجب 9.8 تمام؟ هذا ملخص الحركة ما ننسى التسارع والسرعة وقوانين الاكسيري عشين أوكي طيب أنا راح أقول ملخص السؤال بالعربي وأنتم ستشوفون إن شاء الله في النماذج راح أكتبه في الوصف تحت إيش هذا الفيديو أولا السؤال الأول قال لي سيارة تتسارع من سرعة هذا أنا بكتب معطيات السؤال قال لي السرعة البداية تبعها الفي نوت تساوي 12 متر برسكند والسرعة الثانية سرعة نهاية الفي إلى 21 متر برسكند خلال زمن تايم يساوي ستة ثواني المطلوب الأفريج أكسيريشن أو قلي أكسيريشن فقط قليش الأكسيريشن إبغاء الأكسيريشن طيب تلاحظ ما عندك الفي والفي نوت والتي في معادلات الحركة لما تبدأ تستخدم المعادلات امشي بالترتيب شوف أول معادلة هل تنفع معاك؟ إذا ما زبطت تروح المعادلة الثانية هل تزبطت معاك أو نفعت؟ ما نفعت تروح المعادلة الثالثة أو هكذا حسب معطياتك في السؤال ترحظنا عندي في دائما شوف في كل معادلة الحركة تلقى ثلاثة معاليم ومجهول واحد طيب تعال شوف أنت عندي في نوت عندي الفي عندي التي ويبقى التسارع أول حد إيش المعادلة اللي فيها في نوت وفي وتي يبقى التسارع المعادلة الأولى على طول تيمشي بالترتيب أنت حتقوله طبعا عندي أقدر ستجيبه المعادلة الثانية طبعا معادلة الثانية فيها اكس ما ينفع مجهولين وحطت معادلة الثالثة فيها اكس وما يبقى اكس يبقى إيش التسارع على طول من المعادلة الأولى هي الفي تساوي في نوت بلس ا في ت ومنها تبقى تجيب ال ا حيكون في ناقصا في نوت على ت تعويض مباشر واحد وعشرين ناقصا اطناعش على الزمن اللي هو ستة حيطلع الجواب واحد ونص متر بر سكن سكوير هذا المطلوبة لأول في السؤال السؤال المطلوبة الثانية قال لي هاو فار هاو فار بمعنى كما البعد يعني اكس المسافة يعني طيب برضو تعال شوف معطياتك انت عندك شوف من السؤال لأول عندك الفي نوت وعندك الفي وعندك الت وهو وجبت التسارع من حلك لي السؤال الأول طيب ايش المعادلة تربط لك بين الفي نوت والفي والتي والأ من تجاوبي تمشي بالترتيب يعني ما حد تقول لي والله قد روح للمعادلة الثالث طيب يريد تحلها بالمعادلة الثانية حلها حش المشكل طيب هو يبغى اكس المعادلة وهل فيها اكس ما ينفع تحلها بالمعادلة اذا تدع انت بدأ فكر فيها تروح للمعادلة رقم اثنين هو يبغى اكس طيب ايش المعالم اللي عندي فيه في نوت والله في في نوت طيب في ت ايو في ت موجود في السؤال طيب في ال ا طلعت ايو من السؤال اول طيب هو يبغى يبغى ال اكس طيب تقول لي في عندي اكس نوت انا اقول لك في بعض الكتب بعض الكتب غالبا غالبا في بعض المراجع ال اكس هالي تتجاه يعني معادلة رقم اثنين هذه يقدر اكتبوها على شكل تال اكس يساوي في نوت في ت زايدا نص في ا في ت تربية فيضع ال اكس نوت بزيرو فيمدك تحل بالمعادلة رقم اثنين يلا تعال جرب هتقول لي والله المعادلة رقم اثنين اكس اعتبار ال اكس نوت بزيرو خلاص ما اكتب او خليها اكس نوت زايدا في نوت في ت زايدا نص ا ت تربية هو يبغى اكس صح هذه بزيرو على فرض المسافة بداية بزيرو اوكي النقطة الآن بداية زايدا الفي نوت اطنعش في الزمن كم ستة تمام زايدا نص في التسارع اللي هو واحد ونص في ت تربيع اللي هو كم ستة تربيع هل يطقها بالآية الحاسبة حيطها لك الجواب تسعة وتسعين متر تمشي بالترتيب في حل كليب معلوات الحركة إلا الضبط معاك ستحل بي اوكي يعني ستقول لنا عندي بي ما تحتاج لك انت عندك معاليم مديك تحل بيها السؤال عندك معاليم ماش مديك تحل بيها السؤال اه طيب نروح للسؤال اللي بعده نروح للسؤال اللي بعده السؤال اللي بعده اعطاني السؤال اللي بعده قلي كرة او صخرة سوري السؤال رقم 2 قلي ستون دروب يعني على طول انت ترجم سؤالك انها صخرة رميت لأسفل على طول في السقوط معناها السقوط حر اذا على طول عندك تفرض هادف رضيه عندك ال V نوت ساوي بزيرو وال G بما ان الكرة رميت لأسفل فتسارع الجهاز بير سيكون بالموجة كما فرضنا افتراضاتنا في السقوط الحر اوكي هذه على طول من كلمة دروب من السقوط الاسفل طيب ايش يبغى المطلوب هو كمان قال لي سقرض على ارتفاع ارتفاع 11 متر يعني كان يقول لك Y لانه في سقوط الحر قلنا نستبدأ X بY تمام سقرض من على ارتفاع 11 متر المطلوب المطلوب يبغى السرعة أو الاسبيد طيب ايش تبدأ معاهة الحركة الاولى المعادلة الحركة اول شي ايش المعالم اللي عندك الV نوت والG والY هذه المعالم اللي عندك هو ايش يبغى الV صح طيب هل تنفع معاك المعادلة الاولى ما ينفع لانه عندك T فما انا ما عند T اوك طيب ايش اللي ينفع معاك حتى ينفع معاك المعادلة الثانية ما ينفع لانه عند T طيب لانه عندك مجهول ثاني يعني فما ينفع طيب المعادلة الثالثة تعال نشوف ها والله المعادلة الثالثة اللي هي V تربيع تساوي V نوت تربيع زايدا 2 في G نفسها Y والله V نوت عندي معروف بصفر عندي التسارع وعندي المسافة وخلاص حلوين اقدر جيب اللي V هنا باخذ جذرة تربيع للطرفين لتخلص من التربيع هنا V تساوي صفر تربيع من فرضيتي زايدا 2 في التسارع في 9.8 سارع الجزبية الأرضية في المسافة في 11 هاي الطقها بالآلة هايطلالك هالجواب السرعة تساوي 14.7 متر بير سكند أوكي طيب سؤال اللي بعد سؤال ثلاثة بس اعدي الكاميرا شوية دقيقة سؤال ثلاثة قلي أعطاني معادلة معادلة السرعة اللي هي V تساوي سالب ثمانية T ناقص 2 أوكي المطلوب قال لي يبغى الأفريج أكس إبغى التسارع وأنا شرحت إذا أعطاك معادلة السرعة أو طلب التسارع لازم تشتق لأنه عندنا قاعدة تمش عليك سيكونس عندك X بعدها V بعدها T بعدها A إيش الكلام ذا لو أعطاك معادلة X إذا سويت لها اشتقاق إذا سويت لها DX يعطيك السرعة والسرعة هذه إذا اشتقاق DV يعطيك التسارع إذن اشتقاق المسافة يعطيك السرعة وإشتقاق السرعة يعطيك التسارع وأعطاك أول حاجة أعطاك وكما في السؤال قال لي التسارع بين زمنين بين T تساوي 1 والT تساوي 4 طيب أول حاجة تتعرف قانون التسارع عندك التسارع هو عبارة عن التغير في السرعة مقسوم على الزمن يعني V2 النهائية ناقصا V1 البدائية على الزمن النهاي ناقص الزمن البدائي أوك طيب أول شي أول شي هنا أدام أعطاك زمنين أنا شرحت أقف أدام أعطاك زمنين وطلب التسارع طيب شوف القانون أنت عندك الزمنين صح T2 هاري T2 هاري T1 ما عندي أي مشكلة طيب باقي V2 وV1 كيف أجيبهم ما تشتق إذا أعطاك زمن واحد وطلب السرعة اللحظية تشتق لكن لو أعطاك أقل كالفر وأعطاك زمنين ستشوف المعادلة المعادلة عندك V فأنا قصني في القانون أني أجيب V2 وV1 كيف أجيبهم هذه معادلة السرعة بالنسبة للزمن وعندي زمنين إذن إذا عاوض مرة T1 في المعادلة هذا أجيب V1 وإذا عاوض مرة T2 في المعادلة هذا أجيب أجيب V2 يلا فأجي أقول أسميها T1 إقوال معطيني في السؤال 1 second أجيب أعوض بها في المعادلة اللي أعضاني هيها V1 لما نعوض هنا في المعادلة سالب 8 ف1 سالب 8 ونقص 2 يعطيني V1 يساوي سالب 10 متر بالسكن طيب لما نعوض في المعادلة الثانية التي هي بالزمن الثاني T2 تساوي 4 second أجد أن السرعة أعوض سالب 8 في 4 سالب 32 نقص 2 يعطيني سالب 34 متر برسكن إذن خلاص أرجع أعوض المعادلة هذه نفسها أوكي هذه V2 V2 سالب 34 نقص القانون V1 سالب 10 على T2 كم عندي 4 نقص كم نقص 1 حط على الجواب سالب 8 متر برسكن سكوير وعادي التسارع يكون بالسالب مناتها السيارة بالتباط أوكي واضحة إن شاء الله فكرة السؤال طيب نروح للسؤال اللي بعده سؤال رقم 4 سؤال رقم 4 فيه النموذج الأول طبعا هذا كويز يعني بسيط قال لي خلال حادث سؤال 4 ملخص كلام قال لي خلال حادث السيارة تتوقف في زمن يساوي 0-12 سكن وكانت السرعة البداية لها 18 متر بالسكن تمام أوجد التسار طيب شوف أوجد نفهم فكرة السؤال هو قال لي خلال حادث حادث سيارة تمام السيارة توقفت قال لي 9 سؤال 4 السيارة توقفت stop طبيعي حال السيارة حدق سرعتها توقفت عند زمن قال لي تتساوي 0-12 سكن وكانت السرعة البداية طب طبيعي حتى لو ما قال لي تعرف أن السيارة كانت ماشية بسرعة بعدين توقفت معناها السرعة النهائية تبقى بزيرو لكن السرعة البداية مو بزيرو لازم يعطي قيمة لها اوكي فكر فيها زي كده اذا الفينوت عندي 18 متر بالسكن والما قال لي stop السيارة بتوقف معناها السرعة تصل لها السيارة بزيرو معناها انت كنت تعرف أنه التسارع هو يصطلب منك طلب التسارع معناها أنه التسارع سيكون قيمة سالبة لأنه السيارة بتقل سرعتها كانت 18 سرعة صفر المطلوب يبغى التسارع طيب من معادة الحركة انا عندي عند ال-V وعند ال-V نوت وعند ال-T ويبغى يبغى التسارع معناها تقدر يحلى بقانون الاول معادة الحركة اللي هي خلاص اكتب ال-V هي V القانون الاول اللي هو معروف ال-A من V نقص V نوت على T لما نعوض بال-V 0 نقص 18 على الزمن 0 12 سيطلع الجواب سالب 150 متر سكوير وهذا منطقي لأن السيارة في الحال التسارع سيقلب بسرعة كبيرة التسارع سيكون بالسالب لكن بسرعة كبيرة التسارع سيصل لصفر في كم ثاني في أقل من نص ثانية كمان فطبيعي الرقم يكون سالب 150 متر بالسكن نروح لي السؤال خمسة ما كان واضح الهدف ما واضح المعطيات عندي في الورقة ف راح أتجاهل نروح لي الورقة الثانية الورقة الثانية قال لي سيارة سلو داون شوف من يوم ما قل لك سلو داون يعني بيتقل لسرعتها يعني لطلب منك التسارع سيكون بالسالب لأن السيارة ستقل سرعتها تمام from speed على طول انت تعال قلي from speed عن هذا V نوت ترست يعني إلى السكون وانا زي ما قلت لك سيارة ستقل سرعتها سواء كان حالث أو غير حالث معانتها السرعة النهائية عندك بزيرو أنت كنت تطلع معطياتك ويعطيك كمان 5 ساكل معانتها ما هي المسافة والبعد الذي قطعته السيارة خلال الفترة هذه خلال المدة يعني إبغى X طيب كده نتيجة تحط على الجام تحط معطياتك والله V نوت 20 متر ساكل والسرعة النهائية بزيرو لأن السيارة بتتوقف وأعطاك T كم 5 ساكل إيش يبغى التسارع طبعا من قاوم معاندة الحركة الأولى A ساوي V نوت التي تعود المباشر لك التسارع بالسالب وهذا قيمة منطقية جدا لأن السيارة بتتوقف طيب أول حاجة أول حاجة أنا جبت التسارع هو يبغى تلاحظ هو ما يبغى التسارع يبغى البعد إنت لو تأتي في معادلة الحركة لو أذكر كده تمام تمام هو يبغى البعد في المسافة لا تجلب الـ X تأتي في المعادلة الثانية تجلب الـ X لكن تمام عندك تسارع مجهول ما يمديك يعني مجهول تروح المعادلة الثانية تمام هو يعطيك زمن هو يعطيك زمن صح طيب كيف تجيب الـ X ما فائدة أنت عندك يعني أنت عندك السرعة النهائية عندك السرعة البداية حلو وهو يبغى المسافة و أنت عندك التسارع مجهول ما عندك حال لأن ما تجلب التسارع كيف تسارع من معادلة الحركة الأولى شوف أنا جبت التسارع V ناقص V ناقص ناقص مطلوب يبغى المسافة فأنت ترجع تعوض بالمعادلة الحركة الثانية تمام امشي بالترتيب يعني معادلة الحركة الثانية أو تجلب التسارع معادلة الحركة الثانية هذه إبغى البعد افرض أنه هذا بصفر دائما قلنا في حل الذي جاء المسافة يفرض X 0 2000 عندك الزمن عندك التسارع طلعته بسالب كل شيء عندك الثانية 50 متر فكرة السؤال هو يجب البعد لكن يجب قبل التسارع لتجلب المسافة لكن قبل تجلب التسارع لتجلب المسافة لا لديك طريقة لتجلب مثلا حسنا هنا سؤال 1 نرى السؤال 2 في الورقة هذه قلح حجر رمية الأعلى upward على طول تحط معطياتك V السرعة النهائية بزير ولا عندك ارتفاع وتسارع الجذبية بالسالب لأن رمية كرة الأعلى تمام ويعطيك السرعة البداية حلوين 15 متر سكن يبغى الماكسيم ها يعني يبغى Y قلنا في سقوط حر ستبدو X ب Y يبغى دلتا Y وي نفس الشيء بعض كتب تسميها Y وي لا في أي حاجة شوف معطياتك هو يبغى Y عندك V عندك V نوت عندك فرضيتك عندك التسارع موجود يبغى Y طيب ما ينفع معاك هل يمدي تجيب الارتفاع بالمعادلة ولا مستحيل ما عندك Y هنا ما ينفع طيب هل يمديك تجيب Y بالمعادلة الثانية فكر فيها هل اعطاك زمن ما اعطاك زمن فبرضو تكنسي ليش معادلة الثانية ما في زمن ليش تجيب مجهول ثاني عندك مجهولين عندك مثلا Y وعندك صعبة روح المعادلة الأخيرة ما عندك المعادلة الثالثة عندك السرعة النهية وعندك السرعة بداية وعندك التسارع يبغى Y التي بدأ X في حالة لا كان سقوط حور لكن سقوط حور تعود مباشر يبغى Y X الاثنين والسرعة في المقام والباقي تمام هذا يدي الطرف الثاني بعكس الشارع جب الارتفاع 11.5 المطلوب الثاني find speed أو جد السرعة عندما تصل هذه الحجرة أو الصخرة يعني إلى ارتفاع 6 متر تمام برضو دم ما يداعي أنك تحل بالمعادلة الأولى ولا تحل بالمعادلة الثانية حل بالمعادلة الثالثة نفسها تمام سوف هو يبغى السرعة النائية الفي نوت خلاص معروف 15 زايد 2 في التسارع في الواي اللي أعطاك إياها 6 متر يخطط تربيع الطرفين لتخلص من التربيع في الإسار حطلع الجواب 10.4 متر بير سكن هذه السرعة تمام عندما تصل الكرة إلى ارتفاع 6 متر سؤال أربعة أعطاك معادلة position 6.2t plus 0.5t square يبغى الاكسير إحنا قلنا دم أعطاك معادلة المسافة وسكت وقال لك الاكسير وما أعطاك أي شيء تاني ما لك لنك تشتق لكن لو أعطاك زمنين ستعوض بهم ستعوض مرة تشتق معادلة السرعة المسافة تخليها سرعة بعد أن تعوض في الزمنين تعوض معادلة لفرش وقال لك الأكسير يعني ستكت هذه معادلة ستشتق مرتين ستشتق مرة ستجلب السرعة ستشتق مرتين ستشتق التسارب حسنا لو تشتق 6.2t ستجلب 6.2 زائد ستشتر نص ستشتر تشتر ستشتر 1.2t ستشتر الآن اشتق مرة ثانية اشتق الثابت بصفر زائد اشتق المتغير اشتق التشتر بواحد إذن تلاحظ أن الجواب التسارع هو واحد سؤال خمسة قال لي السيارة تتسارع من زمنين V1 20 و V2 30 و أعطاك الزمن 6 ثوان المطلوب التسارع وعندك واضح أنه عندك V V V T ويبغى التسارع ما عندك معادة الحركة الأولى A تساوي V V T حيث لك تسارع 1.67 بعد ما يريد الفقرة الثانية قال لي يريد المسافة How far تحل بمعادة الحركة الثانية على طول X نوت تفرضها ب0 V نوت موجودة وال T موجودة والتسارع جبته كل شيء موجود نجيب المسافة سأضع المسافة ب0 والباقي لديك معلوم هذه V نوت هذا V وهذا T وهذا التسارع سيطلعك 150 متر طبعا سنزل الصور أو سنزل رابط الكوزانة هذه لكي نرى الأسهلة أفضل من كذا بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر